الخبر الأول اللي عدنا عن أم طوني وصابتها بالكارونا طم يارف من هما طوني وكريس فهما خناة عائلية باليوتيوب عدتهم 8 مليون وربع وطبعا كريس نزع له سبب الإنستجرام شوية ستوريات يقول بها أنهما حيرجعون اليوتيوب بعد ما هي انصابت بالكارونا والله ايش فيها يا رب ترجعنا بسرع وقت لتسوني حبايب أنه تدعو لها بالكومنتات بالشفاء الخبر ثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار فنورمار نزع له سبب الإنستجرام شوية ستوريات هو هو الفريق هذا اللي ستوري اللي بيه هذه الصورة مصغر اللي بيه هذا الفرق كامل مجتمعين ويليوم من خلال انه رح ينزلون مقطع علاقاتهم الجديدة اللي افتتحوها بينما نورمار جروب المقطع يزل السعب الأربعة أما بالنسبة ليوتيوبر الثاني اللي عدنا هو أحمد أبرو فأحمد أبرو بنزع له سبب الإنستجرام شوية ستوريات بالبداية حاط بيه هذه الصورة فأتعرض للتهجوم ان انت شخص تافه صاحبك ميت وانت تنزله ستوريات اللي هو عبدالله الله الرحمة وبعدها نزل شوية ستوريات ربع لهذه الأشخاص ويقول راح احتي كلام مهم فبعدها نزل شوية ستوريات يقول بها كلام مهم وطوعها من نفس الوقت يألمي خلال انه حيرجع اليوتيوب من التنزيل اليومي يعني تنزيل المقاطع فما يتعرض للهجوم ان انت صاحبك ميت وترجع تنزل بقناتك باليوتيوب وهذا السبب احمد أبرو حذف هذه الاستوريات بعد كم ساعة من نزولها فاكتبونا يا حبابي بالكومنتات هل يشوفون انه منلعب اذا صاحبك ميت وانت تنزل مقاطع باليوتيوب ولكنه كل شي صاير طبعا بما تعرض ابو الروب للتهجوم فهذا نزل شوية تستوريات يقول بها انه راح يقطع اليوتيوب وانه حل ما راح يفكر انه يرجع بهذه الفترة وبعد نزل شوية تستوريات يقول بها انه راح يمسح الانستجرام ويرجع ينزله بعد يومين الخبر الثالث اللي عدنا عن مريم اللي هي اخد اسو وصول حسابها بالانستجرام للسبعمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك واخبال مليون يا رب ما بقى شي طبعا تنسون يا حبايب انه تدعو لها بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن الاختفاء الغريب اللي صار للنورستار وانس وبيسان اسماعيل طبعا بالنسبة النورستار فهي حذفت اخر مقطع نزلت بقناتها باليوتيوب واللي هو كان البنات اختاره فستان عرسي وبنسبة وقت حذفت كل ستوريتها من حسابها بالانستجرام اما قاعدة تنزل ستوريات اما بالنسبة انس وبيسان فصولهم ثلاثي اما قاعدين ينزلوا ايشي على ستورياتهم بالانستجرام واليوتيوب بلغ رجوعهم بالسلام وانشاء الله يكونون بخير ويرجعون باخرى بوقت وللتوسون يا حبايب انه تدعو لهم بالكومنتات انه يكونون بخير ويرجعون باخرى بوقت الخبر الخامس اللي عادنا على المتابعين وكشفهم الحقيقات اصابت بدر وخفوهم اسم غيث مروان من التعليقات اللي عادهم او مالي ساعة السبب فالصراح مادر ولكن كم سبع انس واصال بما انه يكون مشكلة بناتهم خفوهم اسم غيث مروان اما بالنسبة للدليل ومدخل عاكم مقطع نزلوا ونزل بيع التعليقات وروح نكتب اسم غيث مروان وبعد تروح لكمة الهزة ثواني عم ندفع التعليق والتعليق للاشخاص على القوة راية بقى مارفضهم زين نروح نغير الحساب او مشوف هل التعليق الحيط لعن الناس او لا بقى مغير الحساب ونزل بيع التعليقات وروح للكيمة لحزة ثواني راح يشوفوني التعليق مظهر ونما تعليقات اولاش خاطة ثانيا ظاهر فاكتبونا يا حباي بلكم التاشركوا بحركة اخفوهم الاسم غيث مروان من التعليقات اللي عادهم وتتوقعون ان السبب هو انس واصالة ومشكلة اللي بيناتهم وبسطول هنا وصلنات المقطع اتمنى المقطع اعجبكم يا حباي بشكرا على كل اللي الاكاوت والدعم باخر فترة راح بدينا الرجع التفاعل فاتمنى بكل مقطع تحطون الاكاوت وتعليقات هواية وبس اتناك فايزة او خطف منك القصص ومع السلامة